اشتركوا في القناة الاولى الزمن الماضي التام هذه القاعدة مرة هذا الزمن طبعا كل مرة اذكر انه هذا اللي بين قوسين هو عبارة عن جملة تختصر القاعدة مرة هذا الزمن طيب اي طبعا هنا اي هو اللي مكانها مكان فعل تقدر تخلي مكانها الى اخره هاد اللي هو الفعل المساعد ودون هو الفعل الرئيسي واللي يكون بالتصريف الثالث هس خلونا ندرس القاعدة الاولى اللي هي الملاحظة رقم واحد او اي فرع اي مما مثل ما موجود امامكم study this example situation هنا يطلب من عندنا ندرس هذا المثال الحي اللي امامنا عندنا صورتيا الصورة ساعة بالعشرة ونصف هنا عندنا توديع وعدنا ساعة بهدعش عندنا ترحيب هس خلونا ندرس المثال Sarah went to party last week Powell went to the party too but they didn't see each other سارة ذهبت الى حفل في الاسبوع الماضي وباول ايضا ذهب الى الحفل ولكنهم لم يروا بعضهم الاخر باول left the party at ten o'clock شوف هنا عندنا باول غادر يعني كان حاضر للحفل لكن غادر الساعة بالعشرة ونصف and Sarah arrived at eleven o'clock وسارة وصلت للحفل الساعة بهدعش يعني الفارق الزمني بيناتهم هو نصف ساعة so اذا when Sarah arrived at the party عندما وصلت سارة الى الحفل باول ما كان موجود هناك he had gone home هو قد رحله او ذهب الى المنزل اذا القاعدة الرئيسية فاعل زائد فعل رئيسي زائد تصريف ثالث فعل بالتصريف الثالث اذا عندنا الحدثين المتكلم والحدث الرئيسي هو حصراه في الماضي ولكن الحدث الرئيسي اللي نتكلم عنه هو انتهى وهنا نستخدم الزمن الماضي التام خلونا ندرس القاعدة اللي موجودة عندنا i او they لاحظوا هذ القاعدة اللي موجودة i we they you زائد had طيب احيانا تختصر الهاد بي فقط كوما ودي يعني مثلا i كوما دي مثل ما جاي تلاحظون وراء الهاد نأخذ فعل تصريف ثالث القان يعني مثلا speak spoke spoken not spoken تصريف ثالث عارفون تصريف الثالث باللغة الانجليزية اما he she it ايضا بعتها hat وتختصر بهذه الطريقة he كوما او فارزة وبعتها حرف دي اللي هو معنى كلمة hat طيب بعد ذلك ايضا كالقاعدة السابقة وبعتها فعل تصريف ثالث لاحظوا مثل ما موجود امامنا في الكتاب the past perfect simple الزمن الماضي التام البسيط is يعني هاي القاعدة مالته hat زائد past participle hat يعني هنا عدنا التصريف الثالث زائد past participle اللي هو معنى التصريف الثالث للزمن للفعل العفو هنا فعل مساعد العفو هنا فعل مساعد ثم بعد ذلك يأتي بعده فعل رئيسي بحالة التصريف الثالث طبعا التصريف الثالث مثل ما الفعل إلى ثلث حالات مجرد وماضي وتصريف الثالث هذه الجداول يعني أنصحكم تحفظونا لا تبقون تاركين هاي لأنه تحتاجون في كل شيء تقريبا ولذلك لو يوميا تحفظ لك خمس أفعال لاست أفعال جيد sometimes we talk about something that happened in the past أحيانا نتحدث عن شيء قد حصل في الماضي Sarah arrived at the party لاحظوا هنا هنا تحدث عن الماضي Sarah يعني وصلت إلى الحفل this is the starting point of the story يعني هنا جاي يقلك بداية الحدث بداية القصة كلها تبدي من هذا الحدث اللي هو أصلا بالماضي بداية قدوم Sarah اللي هو أصلا حصل بالماضي طيب طبعا لحدنا نحنا ما نجا نتكلم عن التام بعدنا ما وصل إلي نحنا نتكلم عن الشخص اللي يتكلم عن الحدث then بعد ذلك if we want to talk about things that happened before this time هس هنا لمن Sarah وصلت للحفل هنا نستخدم من الزمن الماضي البسيط الطبيعي لكن لمن Sarah تتحدث عن شيء أو حصل قبل مجيئها هنا لازمش نستخدم نستخدم past perfect نستخدم past perfect اللي لقاعدة مثل ما حجيتها لكم فوق طيب when Sarah arrived at the party عندما وصل Sarah إلى الحفل Powell gone home يعني هنا لمن وصل Sarah إلى الحفل Paul يعني حالا قد ذهب إلى المنزل بعض مثل أمثلة إضافية when we got home last night عندما ذهبنا إلى المنزل في الليلة الماضية we found that somebody had broken into the flat لاحظوا هنا استخدم استخدم الزمن الماضي البسيط لكن لمن نتكلم عن حدث حصل قبل مجيئهم فهنا لازم نستخدم شنو نستخدم الزمن somebody لحظوا somebody had broken the flat هنا فاعل زائد مساعد زائد فعل بحالة التصريف الثالث هذا المثال الثاني أيضا خلنا ندرس كارين didn't want to go to the cinema with us because she had already seen the movie إذن أول جزء من الجملة كارين didn't want to go to the cinema with us لاحظوا هذا أول جزء وهو يعني في الزمن الماضي البسيط اللي درسناه سابقا هو بسيط يعني جدا بسيط طيب هذا الجزء بالزمن الماضي البسيط في هذا الزمن يتحدث شخص عن حدث تم قبله قبل هذا الزمن فإذن نستخدم الزمن الماضي التام because she had already seen she had already seen هذا هو الزمن الماضي التام وبغية الأمثلة نسي الشي الملاحظة بي أو الفرع بي compare the present perfect compare the present perfect يعني هنا سنطلب مقارنة ما بين present perfect زيان وال past perfect الزمن المضارع التام والزمن الماضي التام هذا جدا مهم الملاحظة دائما أنصحكم باستخدام السهم اللي يشيري لخط الزمن هذا خط الزمن فإذا تلاحظون هذا دائما نستخدمه حتى تفهمون الأزمن لأنه أبسط صورة ممكن متوفرة حتى تعرف الأزمن خصوصا هي متداخلة ويعني متشابهة مع بعض زيان حسنا نجي مثل ما نتذكرون هنا present perfect هو يتحدث عن شيء بدأ في الماضي ولم ينتهي لحد الآن يعني ما زالت آثار قائمة لحد هذه اللحظة ما زال الحدث مستمر فمثل ما جاء تلاحظون هذا السهم يعني الحدث بدأ في الماضي وما زال till now لحد هذه اللحظة now يعني مستمر الحدث مثلا هسخنون اخذ مثال من هذه الامرأة لقد رأيتها مسبقة but I can't remember يعني أنا رأيتها في السابق لحظوا فقط ركزوا معاي رأيتها في السابق ولم أعرفها وهذه العدم معرفة ما زالت مستمر حتى هذه اللحظة ولذلك أنا استخدمت الزمن المضارع التام بينما past perfect خلونا ناخذ المقارنة الأخرى على الجهة اليمين past perfect هو يقصد بي الماضي التام had seen لاحظوا بالعكس يعني الحدث بدأ من الماضي البعيد وانتهى بالماضي القريب لاحظين الفرق فخلونا ندرس هذا المثال على شكل توضيح يعني I wasn't أنا لم أكن متؤكدا من هي I'd seen her before يعني معناها I hate I had seen her before يعني أنا ما أعرفها ولكن حدث الرؤية قد حصل في الماضي وانتهى يعني لأننا نتكلم عن حدث الرؤية الرؤية وليست المعرفة فالرؤية تمت مسبقا وانتهت في الماضي هذه الرؤية وهو لم يعرفها هذا هو الزمن الماضي التام بقيت الأمثلة مجرد توضيح لهذه القاعدة بكل بساطة C compare the past simple هنا يطلب عندنا مقارنة ما بين الماضي البسيط Left was and the past perfect والماضي التام هذا جدا مهم لأنه مثل ما جاي تعرفون الأزمنة قد تكون يعني متشابهة في المعنى ولكن أيضا متشابهة في التركيب الداخل للجمل فخلونا نأخذ مثلا المثال الأول was Tom there when you arrived هل كان توم هناك عندما وصلت لاحظوا arrived يعني هنا استخدم الزمن السمبل الباس سمبل البسيط يس يس but he left soon afterwards لاحظوا هنا هنا استخدمنا الماضي مثل ما جاي تلاحظوا الماضي البسيط بينما في الزمن البرفكت سمبل الباس سمبل الباس بيرفكت عفوا لما نريد نستفهم فنقول was Tom there when you arrived فهنا عدنا حاطة للإستفهم تكون الجواب لا مختلف no he had already left لاحظوا إذن عدنا السؤال ضمن تركيب موحد يعني هذا فقط للتنبيع أن السؤال لا تركيب موحد لكن جوابه تركيب مختلف لأنه الحدثين حصل بوقت مختلف فالحدث الأول قد حصل في الماضي القريب بينما الحدث الثاني اللي هو بالزمن الماضي التام حصل في الزمن البعيد الزمن الماضي البعيد no he had already left لاحظوا had left